سامسونج يبدو بأنها بتفجرها هذه السنة أجهزة رائدة كثيرة جدا أول مرة تطلع صورة بيكسل فور وإل جي عندها مفاجأة خاصة وأخبار أكثر بهذه الحلقة مرحباً أتمنى وحياكم الله في حلقة جديدة من سلسلة السباتيك فويس الهاقة الأسبوعية اللي نتكلم فيها عن أخبار الشركات لكن قبل تعلنانها الشركات خلونا نبدأ أول شيء نتكلم عن نوت 10 نوت 10 هو المفترض والجهاز الرائد القادم من سامسونج خلال الفترة القادمة الشيء اللي تفاجأنا منه أنه خلال هذه اليومين قلنا نسمع عن العادة النوت سلسلة نوت يجي جهاز واحد هذا الآن قاعد نسمع أنه رح يجي عدد من الأجهزة أكثر من جهاز وفعلياً ما هو واحد ولا هو اثنين فعلياً قاعد نسمع عنه رح يجي أربع أجهزة واحد من الأربع هذه أجهزة رح يدعم 5G مما يعني أنه مو كل النسخ رح تدعم 5G ثم عندك ثلاثة نسخ أخرى هذه الثلاثة نسخ أخرى رح تكون نوت 10 العادي ونوت 10 برو اللي رح يكون حجم أكبر قرابة 6.8 إنش ثم عندك نسخة أصغرة وربما تكون مخففة ما نعرف أيش تسمونه يمكن نوت 10 E هذا يذكرنا تماماً مثل ما سوت سامسونج في سلسلة S10 كان في عندك S10 و S10 بلس وكذلك S10 E غالباً شركات تستخدم هذا الأسلوب ونقعد تتكلم عن كل الشركات عشان تزود عدد أجهزتها إذا شافت المبيعات انخفضت أو إنها مو شرطة انخفضت تبغى تزيد من عدد مبيعات أجهزتها أو كان فيه هدوء في السوق فبالتالي تزيد من عدد هذه الأجهزة الرائدة عشان تزيد من مبيعات هذه الفئة وهذه السلوب تستخدمها كل الشركات نبدأ بآبل اللي كان عندهم آيفون واحد واليوم وصلوا ثلاثة أجهزة لكن ربما سامسونج هواوي متحمسين شوية سامسونج اليوم لما نجمع ما بين الـ S10 اللي هي الفئة الرائدة وكذلك الـ Note 10 وصلوا ما بين 6 إلى 8 أجهزة عدد كبير يعتبر في خطوة غريبة من نوعها رئيس وابلس طلع وصرح تصريح ما كان لديه صراحة لكن نزيد أن الرئيس قال بأنه الأجهزة قابلة للثاني اللي احنا شفناها ما لها أي فائدة ما تقدم أي شيء جديد ما تقدم أي شيء مهم وبالتالي لا تتوقعون منه أي جهاز قابل للثاني راح نسويه لأنه ما لها فائدة احنا بس نسوي الأشياء اللي تم المستخدم أو على الأقل هذا رأيها في الفترة الحالية ما تدري السنة الجاية ماشي بيسوون السؤال هنا هل تتفق مع رأيها وتشوف بفعلا أنه الأجهزة القابلة للثاني زي اللي قدمتها سامسونج هواوي ما لا أي فائدة كلام فاضي ولا تعتقد بأنه شركة ما هي جاهزة أنها تقدم منتج مثل هذا الآن ولهذا طلعوها مثل هذا التصريح طبعا نحن عارفين بأنه وون بلس تستعد أنها تقدم وون بلس 7 قريب جدا 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 قريب ودائما لما تقرب جهزتها تبدأ تسوي هذه الدراما وهذه الأفلام وهذه الحركات لشان الناس يذكروا وون بلس ويتكلمون عنها وهذا شيء من حقهم ثم ندخل لحديث عن بيكسل 4 بدأت تسريبات بيكسل للأسف بيكسل 3 تو نازل ما لا كم شهر الآن بدأنا ندخل داخل شركة جوجل يورينها ميزة راح تجي في البيكسل 4 واللي هي راح تكون بصمة بالشاشة مثل ما تشوف الفيديو اللي موجود أمامك نعم يبدو بأنه بيكسل أخيرا راح يكون في بصمة داخل الشاشة لكن لحظة هذا التصميم اللي موجود قدامك لا تتحمس ليس هو تصميم بيكسل 4 لا ما راح يكون كده وين راح تكون الكاميرا أمامية تصميم بيكسل 4 هو نفس التصميم اللي طلع سابقا وهو بكاميرا تنائية داخل الشاشة تماما مثل اللي شفناها من جالاكسي اس 10 بلس تمام نفسه فهذا هو التصميم الخاص في بيكسل 4 ويبدو بأنه نعم راح يكون في بصمة بشاشة أجهزة بيكسل من جوجل لأسف كنت متأمل منها أكثر كنت متأمل أنها راح تقود سوق أندرويد بس يبدو لي الشي اللي قاعد يشوفها حاليا بس كل اللي قاعد يسوينا انه إيش سوى الشركة ثانية يلا خلينا نسوي عندنا في أجهزتنا هذا الشي اللي قاعد يصير هذا الشي ممكن يخدم الناس اللي هما يحبون نظام جوجل سوفت وير جوجل بالتالي يقول أوكي أنا راح أحصل على بعض هذه المميزات لكن بنظام جوجل أما أنهم يقدمون شي جديد نندقل إلى شركة LG شركة LG سجلت براءة اختراع جديدة ظهرت خلال هذه الأيام لجهاز قابل للثاني لكن بشاشة شفافة بمعنى أنك لما تستخدم الجهاز تقدر تشوف الشي اللي وراء الجهاز إيش الفائدة من هذا الشي ما يعرف تراني قاعد يستخدم جهاز بس تراني قاعد يشوف كاللي بشو الفائدة LG وأصراحة ما يعرف بشو الفائدة لكن عموما يبدو بأن براءة الاختراع هذه سجلتها LG قبل مدة من الزمن لكن الآن بدأت تطلع وعلى كل في شغلة لازم نتذكرها بأنه مو كل براءة اختراع تسجلها الشركة معنات أنها بتسويها بعضهم يسجلونا بس لهم وللزمن عشان لو احتجناها أو نبيعها ويستفيدوا منها ماديا أو أيها كان فبالتالي ما هو شرط أننا راح نشوفها لكن براءة الاختراع غريبة جدا طبعا LG خلال الفترة الماضية كانت جدا مهتمة في الشاشات الشفافة وشفنا في كثير من المعارض وكثير من المؤتمرات LG استعرضت هذا الشي LG عساكم تنجحون في الجوالات العادية بس هذه بقولها ثم ننتقل لحديث عن أندرويد كيو أندرويد كيو هو نسخة النظام القادمة من أندرويد اتضح من خلال بعض التصريبات بأنه في ميزة قادمة لهذا النظام اسمها ديبريس ديبريس هي فعليا ترجمة لي الضغط القوي أو الضغط العميق حتى الآن ما نعرف كثير من التفاصيل عن هذه الميزة لكن الشي اللي ذكرنا فيه هي ميزة مثل فورساتش اللي موجودة في آيفون فكرتها بكل بساطة إذا ما تعرفها أنه الجهاز يصير يفرق ما بين اللمس العادي وما بين الضغط وهذه الميزة شفناها تقريبا من آيفون 6 أو 6S إذا ما خانتني الذاكرة فكرتها بكل بساطة أنه لما تضغط على شاشة تعطيك بعض من الخصائص هذه الميزة شفناها في بعض الأجهزة أو فعليا في جهاز واحد من هواوي وهذا الجهاز للأسف صحيح أني جردتها فيه لكن هذا الجهاز ما شفتها في السوق ما وصل للسوق وأساسا تكنسل وهاوي ما استخدمتها يعني ما استخدمتها في وقت لاحق أعتقد أنه هذه الميزة لما تيجي من جوجل يفترض أنه يحمس المطورين أنهم يدعمونها لأنه إذا ما دعمتها كل التطبيقات إذا ما دعمها المطورين ما رح يكون لها فائدة أنا من الناس اللي أحب هذه الميزة ولهذا نعم أبغاها تندعم في أندرويد شيء كوي الصراحة أنها تندعم فيه إلا أنه للأسف صحيح أبل قاعد تدعمها خلال الفترة ماضي لكن للأسف في عندها توجه مؤخرا أنها تكنسل هذه الميزة وشفناها آيفون 10R ما كان موجود فيه هذه الميزة ويبدو بأنهم جاهزين يبتعدون عنها لأنه ربما أنها مكلفة ربما أنها قاعدة تستنزفهم كثير بس ما يشوفون منها الفائدة الكبيرة أنا جخصيا من الناس اللي أتمنى أنها ما تلغي بل أتمنى أنه حتى معظم عن جهزة أندرويد تدعمها ميزة لطيفة تقدمها صحيح ما هي كبيرة بس تقدمها شيئة لطيفة صراحة ثم ننتقل للحديث عن مشكلة واجهها Galaxy S10 خلال الأيام الماضية وخلال الأسبوع الماضي في واحد شخص فاضي شخص فاضي جدا كان يشرب بكل بساطة على الكاس اللي هو قاعد يستخدم فيه لقى بصمته قرر أنه يصور هذه البصمة من على كاس النبيذ نعم تماما مثل ما سمعت فبالتالي يصورها وأخذ هذه الصورة وراح وحطها فيها في فوتوشوب وبالتالي نقاحها شوية وبعدين طبعها راح واستخدمها على Galaxy S10 أو S10 وبالتالي قدر أنه يفتح البصمة وهذا الفيديو انتشر في كل مكان والكل تكلم عنه ويعني صار رجع كبير جدا حتى عندنا على مستوى تيك بويس على سوشال ميديا يمكن صار تعليقات كبيرة جدا وصار تباعه كبير جدا على هذا المنضوع أولا رأيي الخاص هذا شخص فاضي جدا رأيي الثاني بأنه أعتقد منه العملية ما هي سهلة أنه أي واحد يسويها إلا لو كان عندنا ناس كثيرين فاضين أنهم بيقعدون يسوونها الزبدال Galaxy S10 ما هو أول جهاز ولا راح يكون آخر جهاز يحاولون أنهم يتجاوزون النواحي الأمنية فيه من ناحية بصمة من ناحية تعرف على الوجه تقريبا كل الأجهزة سووا لها شغلات مشابعة كذا انتهت حلقتنا لهذا اليوم أتمنى بأنها كانت ممتعة أو حتى مفيدة أنا أدام شوكوا الفيديو القادم ولا تنسى أن تعضي لايك على الحلقة وتشترك بالقناة لمزيد من الحلقات شوكوا الفيديو القادم إن شاء الله مع السلامة